السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه معاكم فاطمة بوحاتي وفيديو جديد والنهاردة هنعمل مع بعض كيك هتدمينيها ومش هتبطلي ابدا ابدا تعمليها مش قادر اقولك هي هشة قد ايه لذيذة طعمة بشكل رهيب صدقوني مختلفة تماما هتعجبكم جدا جدا شايفين شكلها بصوا هشة ازاي يا خابرة بيض وهمية لازم لازم تجربوها لذيذة جدا جنب كباية قهوة كباية شاي الصبح في الفطار او بالليل في قعدة العصاري مميزة جدا هتعجبكم كمان مقدرها سهلة ومتوفرة ان شاء الله في البيت بينا بقى نشوف المقدير ونعرف مع بعض طرقة التحضير هنحتاج كبايتين من الدقيق اربع بضاط هنحتاج كمان كباية سكر كباية لبن رايب او زبادي كمان كباية زيت معلقة فانيليا معلقة كبيرة بكنج بودر واربع معالق من جسد الهند دي كده المقدير وما ننساش زرة الملح بينا بقى نشوف طريقة التحضير وهتبقى سهلة جدا جدا وفي ثواني بداية نشغلنا الفرن على درجة حرارة مية وسبعين وجهزنا صانية مقاس تلاتين فاربعين وفرشناها ورق زبدة وهبدأ دلوقتي احط السوايل كلها في الخلاط ادي الاربع بضاط وكباية الزيت احط كمان الفانيليا معلقة من الفانيليا وادي كمان كباية الرايب او الزبادي او حليب وعليه معلقة كبيرة من الخل ليكي مطلق الحرية وعندنا كمان كباية السكر وزرة ملح وبينا بقى نقفل الخلاط ونخلط المكونات دي مع بعض كويس جدا اظن مفيش اسهل من كده هنضرب كل المكونات كويس جدا جدا لغاية ما حس كده ان خلاص السكر داب كده تمام جدا يلا بينا بقى عندنا دي هحط له معلقة كبيرة من الباكنج بودر اللي هما كبايتين دي ايه احط كمان اربع معلق من جسد الهند المبشورة النعمة وبعدين هقلبهم مع بعض كويس قوي وانزل بقى بالخليط السايل اللي في الخلاط هقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية ما الخليط يتجانس تماما ومقاش فيه اي تكتلات لدقيقة هايل كده النتيجة حلوة قوي مجهزين صانية مقاس 30 فاربعين ويحفرشين فيها ورقة زبدة او دهنانها سمنة مع راش الدقيق هفرت فيها خليط الكيك انا عاملت كيكة بتاعتي النهاردة مش عالية قوي علشان تطلع معايا قطعة كتير وتبقى كمان مسئية كلها ولذيذة جدا تعالي بينا بقى هنا عندنا كباية ونص من جسد الهند هحط لها نص كباية من السكر هقلبهم مع بعض كويس قوي ويلا على وش الكيك ووزع الخليط ده عايزة اقول لك رحة الكيك في الفرن بجد وهمية وهمية هحط الخليط كله فرننا خلاص صخنا على درجة حرارة 170 هاخد الصاج ده ودخله بقى على الرف الوسطاني هتقعد في الفرن حوالي تلت ساعة لان انا عاملنها بارتفاع قليل مش بارتفاع كبير ما شاء الله لا قوة الا بالله بعد 20 دقيقة او 25 دقيقة لحسب فرنك هتطلع معاك بالشكل ده كباية كبيرة من الحليب وهبتدي اسقيها بيها يا خبرة بيضع الجمال مش قادرة اقولك فعلا وهما يقدقي لازم تجربوها صدقوني وتحدي اللي هيجربها مرة مش هيبطل يعملها ابدا خلاص ساعت ساعتها كويس اللبن بارد وهي اللي سيطلع من الفرن تعالوا بينا ناخدها بقى على البلانشا ونقطعها مكعبات بقى بالطول وبالعرض اظن واضح جدا وانا بقطع بالسكينة قدقي الكيك هاش قوي شايفين الجمال طحفة ماشاء الله تعالوا بقى نطلع قطعة كده ونشوف جمالها من جوة ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله هاشة بطريقة بصوا ماشاء الله شايفين التفريغات اللي فيها شايفين لونها من فوق راحتها وطعمها بقى مش قادر اقولكوا عليه بصوا قد ايه طريقة ماشاء الله بجد زي ما شفتي كده المأدير كانت بسيطة ان شاء الله متوفرة في البيت النتيجة اكتر من روعة الطريقة كمان كانت سهلة جدا جدا الطعم بقى هيخليكي تعمليها على طول سهلة وفي عشرين دقيقة عملناها يعني لو جاي لك حد في سواني هتقومي تعمليها وتقدميها بألف هانا وشفة الله عليها جنب كوباية شاي بنعناع او كوباية نسكة فيه طحفة قلولي رأيكم فيها ايه هتجربوها ولا لا هستنى تعليقاتكم وهستنى كمان تطبيقاتكم على الجروب اللي على الفيسبوك اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية وما تنسوش تفعلوا الجرس وكمان تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تشوفوا كل جديد اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة